مع توجه الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات بات عليه ترتيب أولوياته بعد أن أضيفت إلى قائمته الطويلة الكثير من الملفات الشائكة كملفات فيروس كورونا وتدعياته والعلاقة مع الصين وروسيا والاتفاق النووي الإيراني وملف العراق وحضر دخول مواطني الكثير من الدول إلى الولايات المتحدة واتفاقية المناخ والانسحاب من منظمة الصحة العالمية عراقيا يرى مراقبون أن سياسة بايدن ستكون مختلفة عن سياسة ترامب التي جعلت القرار السياسي كأنه صفقة تجارية تتعامل بالربح والخسارة ويرى هؤلاء أن العراق كان ملتهبا جدا في فترة ترامب بسبب تحوله إلى ساحة صراع بين واشنطن من جهة وطهران من جهة أخرى لذلك قد تنظي الأمور إلى التهدئة على الأقل حتى تتضح الصورة وعلى الرغم من أن السياسة الخارجية الأمريكية لم تشهد تغيرا جدريا في طبيعة التعاطي مع الملفات الخارجية ومنها العراق يرى آخرون أن فوز بايدن ستكون له تداعيات سلبية على العراق إذا ما توفرت مؤشرات عن مفاوضات لإعادة تقييم الاتفاق النووي الإيراني الأمر الذي يمكن أن يطلق يدى طهران والميليشيات الموالية لها في العراق أكثر مما هي عليه الآن أما بالنسبة لإيران وملفها النووي فرأت صحيفة نيورك تايمز أن بايدن يمكن أن يواجه صعوبات في التعامل مع طهران وعلى رأسها المفاوضات خاصة فيما يخص تعزيز القيود المفروضة على أنشطتها النووية وهي نقاط الضعف التي استشهد بها ترامب في تبرير الانسحاب من الاتفاق النووي الصحيفة قالت أن بايدن تعهد بإصلاح ما سماه بالفشل الخطير في سياسة ترامب تجاه إيران وعرض العودة للاتفاق النووي الذي يقيد القدرات النووية الإيرانية إذا التزمت إيران ببنود الاتفاق ووافقت على الدخول بمفاوضات جديدة اشتركوا في القناة